صار تطوير على برنامج الخوارزمية الميكست و الـ Output سيكون من خلال التعامل مع ملفات وهذا هو الأكثر يعني مرسل لبيانات وسيقوم بعملية تشفيرها ويحولها الى ملف مشفر والمستلم من خلال الكي يحول الشفرة الى نص صريح بعد ان يكون الكي موجود عنده ويولد C ألفا فأول أسطر هنا خلدنا الألفا وضفت لها أحرف الـ Capital وضفت لها هذا الرمز من أجل أن يميز الـ Space وهنا عملية إدخال المسيج وأكيدنا استعملت Next Line من أجل أن يأخذ سطر كامل في كل عملية إدخال ويحفظ في ملف سمية الـ Subprogram Write من أجل أن يحفظ النص الصريح به بعدها سويت قراءة لـ Subprogram أخر اسمه Read Key وثم بعد أن يكون الكي موجود والألفا أكيد معلوم سأرسل الـ Parameters الألفا والكي من خلال Get C ألفا سيتولد لـ Variables اسمه C ألفا يتضمن C ألفا وهو يتولد من خلال الكي والألفا بعدها النص الموجود عندي سأتحبه في Variables سميته M يعني Message فسويت Subprogram اسمه Read سأقرأ الفايل اللي قبل شوية طبعته بـ Subprogram Write سأقرأ كل وخلي بالـ Variable M فالـ String M يحتوي على النص الأصلي في البداية بعدها حتى أقوم بعملية التشفير سأحتاج بـ Parameter أرسل الألفا وأرسل الـ C ألفا والمسج ومن خلال Subprogram اسمه Encrypt سيكون C يتضمن النص المشفر بعد أن أخلص هذه العملية سأحفظ النص المشفر في ملف اسمه Cypher Text منطقياً هذا الـ Cipher Text سيُرسل إلى شخص ليس على نفس الحاسبة شخص آخر سيستلم النص وأكيد مفوض هو أن يكون اتفاق سابق على أنه كيف سيكون سيكون سيولد من خلال الـ C ألفا المستلم للرسالة ومن خلال توفر الـ Cipher Text سيستخرج النص الأصلي فهنا بعدها أكو عدي هذا السطر CTR يعني بدأ أختصر أنه الـ Cipher Text سأقوم بعملية قراءة للملف في الـ Cipher Text وبعد هذا سأطبع النص المشفر آخر خطوة المستلم للرسالة سيكون من خلال الـ variable P سيسوي البرنامج Subprogram اللي هو Decrypt يرسل الـ Alpha وسيل Alpha وطبعاً هو استلم المفتوض C ألفا والألفا هي أصلاً موجودة عنده الألفا سواها حقيقة يعني بعد أن هو عنده الكي يعني هو مفتوض لا يستلم الألفا يستلم الكي موجود عنده ومن خلالها سوى C ألفا وكيد الـ CDR تمثل النص المشفر وبعدها سيكون الـ Decrypt يرجع لي الـ Plane Text هنا سميت ملف ثاني سميته هنا حفظته بملف ثاني سميته Plane 2 هنا عملية الطباعة السطر القبل الأخير وأيضاً استعملت الـ Subprogram Right من أجل أن يطبع بملف اسمه Plane 2 لو نأتي نسوي Right Click ونروح على Show In ونفتح System Explorer نرى Cryptography حالياً لدي هذه الملفات لو نمسح Cypher والـ Plane والـ Plane 2 والـ Plane 2 سأتكلم عنها بعض حالياً لا أستعملها Plane 0 لديها نص نص كامل من خلال برنامج آخر بعد قليلاً الآن أنه Plane و Plane 2 و Cypher غير موجود في هذا الفولدر نرجع مرة ثانية من أجل أن ننفذ البرنامج التي تكلمت عنها قبل قليلاً سننفذ يقول لي Enter Message سأفترض أن هذه هي المسج سأكتب كلها ببداية بعد أن نكتب النص الصريح أضغط Enter يطلب ما عندي ونفترض أن نكتب Computer Science بعدها أضغط Enter ظهر لي أنه Cypher Text هو بهذا السطر وأكيد بعد أن نفتح الملف و شاف Cypher Text اللي هو Cypher.Text من خلال خوارزمية Decrypt أو Subprogram Decrypt فتح الياو وطبع الناتج نرجع لفولدر اللي قبل شوية نشاهد نرى أنه عفنا من هذا ونبهو على أنه Plane نفتح الملف نرى ماهو النص القبل شوية خلته اللي هو اسمي الكامل و ندخل على Cypher نبع عليه هذا Cypher اللي ولده ملف آخر و Plane 2 هو يتمثل Decrypted فايل يعني طبع عليه Plane Plane Text الأصلي يبدو أن التكست واضح حقيقة ما كبرته يعني أعتقد واضح نرجع مرة ثانية إلى برنامج آخر قبل شوية كانت تتكلم عن البرنامج اللي أدخل بالتكست هنا مكتوب Enter Message سأقوم برنامج آخر بفتح ملف هنا ما سأقوم برنامج Cypher سأقوم بمسحة والPlane أيضا وسأقوم بمسحة وأيضا Plane Zero سأقوم بإسمه إلى Plane حتى هذا البرنامج يقوم بقراءة هذا الملف اتفقنا انه هذا الملف هو النص كامل ملف كامل من تكست رفعت من عندها ارقام حقيقة والفوارز واي رموز اخرى النص جبته من الانترنت ومجرد لا جرب انه في حالة انه يتعامل مع احرف كابتل وسمول فقط ولو ننقلق هذا الملف وننفذ البرنامج هذا البرنامج ما راح يفعل هذا غير برنامج هذا البرنامج راح رأسا يروح من خلال البرنامج سميته R هاي المرة يقرأ البلين تكست وبعدها يحدد الالفا ومن خلال قراءة الكي ايضا راح يعني يرسل الالفا والكي ويحسب لي الالفا وبعدها يستوع عملية الانكريبشن ويطبع لي السايفر تكست من خلال سي راح يحفظه بملف اسمه سايفر دوت تكست اللي قبل شوية مسحناه ومن باوعه هنا مسح حاليا بس عدنا البلين اللي هو شوفكم يقل شوية وبعدها راح ايضا يستعمل الار يقرأ السايفر تكست ورح يطبع لي النص المشفر من الملف اللي حفظه قبل شوية بالرائد وبعدها يظهر لي الالكل اللي راح يسمى الكل اللي كانت upload فهيحتاج اكيد التكريبت الى الفا والكي France والاكيد النص المشفر ان نسميته CTR وبعدها راح يقول لي بالتكست ورح ياخذ اللجة بي طبعضا ويحفظ الناتج البلان تكست الثاني الى الملف ثاني يسمي اكله اللي اكمل مضح Surprise اتك 수زة الكائيم رفعت الانترس فراح يشوفون النص الصريح بعد ان يعود خالي من النيون لائنز يعني لو نفذ البرنامج البرنامج راح يقوم بقراءة الملف اللي قبل شوية شوفتكم ها هو سيطلب معندي كي لانه المسج راح اخذها من plane.text الكي على سبيل المثال خلينا نقول computer science مثلا and information systems طبعا الكي هذا اللي دا سوي دا سوي عملية concatenation وحرف على spaces التنفيذ يعني فهنطي انتر يقولي انه النص المشفر هذا السطر الاول طبعا هذا نص طويل يعني نبو عليه النص المشفر وبعدها انفك الشفرة النص الصريح اللي plane 2 .text راح يكون هذا هذا الفوق هو كي مثل ما اتفقنا لو نجي نفتح الفولدر نفسه نلاحظ انه البلاين شوفناك مياه قلب شوية هذا البلاين يبدو يبدو i see this وبعدها نغلقه خلينا نشوف نص المشفر اللي هو هذا شوفونا رفع new lines كلها رفعها بس i بقى capital وبالباقي كلها يعني تغير صار نص مو ممكن قراهته واخر شي نروح على plane 2 اللي هو النص الصريح بعد ان فكه نفتح نانا اتفقنا انه رفع ال enters او new lines فصارت بهذا الشكل رجع فك الشفرة ورجعها للنص منطقيا يعني هو هذا الافضل انه نسوي فاذا كلفناكم باجب ان شاء الله متكلم عن عمل ملفات فيفترض بكم ان تقومون ب مثل هاي العمليات هذا الاطار العام للعمل في main program اتمنى شرح واضح عن كيفية العمل في المستقبل منطلب منكم تعامل مع ملفات واتمنى التوفيق للجميع اكيد رح يكون تقييم على عملكم في هذا الخصوص